اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح نزال الزبدة بملعقتين من زيت الطعام ملعقة طعام من السكر طريقة التحضير نضرب البيض والحليب والفانيليا والسكر والزبدة في الخلاط الكهربائي وذلك لمدة خمس دقائق ثم نضيف الدقيقة الى الخليط السابق ونقوم بتقليبهم جميعا فيصبح لدينا خليط متجانس نحضر طاصة تيفال ونضع بها قليلا من الزيت ونقوم بتسخينها على النار نسكب خليط الكريب بمغرفة طعام متوسطة الحجم في الطاصة ونحرك الخليط حتى يملأ جوانب الطاصة في شكل دائري ونتركه على نار هادئة وننتظر حتى يجف سطح الكريب ثم نقلب الكريب على الوجه الآخر باستخدام ملعقة خشبية مسطحة ونتركه دقيقة حتى يحمر لونه وينضج ونكرر نفس الطريقة حتى ينتهي الخليط أنواع حشوات الكريب الكريمة والفراولة وحشوة الموز والشوكولاتة وحشوة الكريب بالنوتيلة انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات